تعظيم العلماء وتوقيرهم كما جاء عن طاووس أنه قال يعني من السنة توقير أهل العلم من السنة توقير أهل العلم وكيف لا يوقرون ولا يعظمون وقد عظم الله شأنهم ورفع شأوهم ورفع قدرهم ونفى أن يسوي بينهم بين أهل الجهل لهذا أعجبت أيضا باختيار بقراءة الأخ واختياره لصورة إقراء الدال على أن هذه الأمة هي أمة علم وليست أمة جهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن إن أمة أمية يعني أن شريعتها شريعة هذه الأمة جاءت وفق ما تفهمه الأمة الأمية وهذا ليس فيه مدح للأمية فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إعجاز وفي حق غيره عجز فالأمة أمة ترفع العلم وترفع شأن أهل العلم ففيه تنبيه إلى هذا الأمر لما اختار المقري أن يقرأ صورة إقراء يعني إشارة إلى أن هذه الأمة ترفع من شأن العلم ومن شأن أهله فهذه المناسبة في إحياء لهذه السنة لأن الله رفع من شأن أهل العلم وعظم شأنهم وأثبت أن الرفع لا تكون إلا بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والرفع هنا في الدنيا وفي الآخرة لهذا سأل الحجاج بن يوسف الثقة في خالد بن الصفوان فقال له من سيد أهل البصرة قال الحسن الحسن البصري قال كيف وهو مولى كيف وهو مولى كيف يكون سيد أهل البصرة وهو مولى قال لقد استغنى عن الناس في دنياهم واحتاج إليه الناس في دينهم وما من أحد من أهل البصرة إلا ويتمنى أن يكون قريبا من مجلسه حتى يأخذ من علمه وينهل من فقه قال هذا والله هو السؤدد هذا والله هو السؤدد فالسؤدد والرفعة هي في العلم وثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي واليه على مكة فقال من وليت على أهل الوادي قال وليت عليهم ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولا لنا قال وكيف تولي عليهم مولا قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائد قال أما إذ قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فهذا التوقير من باب تعظيم معظمه الشارع من باب رفع من رفع الشارع قدره وأيضا هو من باب معرفة الحق وأداء الحق فإذا كان يجب على الابن أن يؤدي حق أبيه فإن أبوة العلم أفضل من أبوة العلم لهذا قالوا أبو الإفادة خير من أبي الولادة أبو الإفادة خير من أبي الولادة فإذا كان لهؤلاء حق لأبي الولادة حق فإن للعلماء حقا على الأمة لا على التلاميذ فقط بل على الأمة جمعها أيضا هو من مكارم الأخلاق كما صح عن الشافعي أو قال الشافعي رحمه الله تعالى قال العاقل أو الكريم لا ينسى وداد لحظة وتعليم لفظه الكريم لا ينسى وداد لحظة وتعليم لفظه وهناك أمور توجب هذا الأمر كما ذكر غير واحد أن السلف توارث هذا التبجيل وهذا التعظيم لأهل العلم قد أشار أخي الدكتور عبد الرحيم إلى قصة ابن عباس مع زيد بن ثابت لما أخذ بلجامه ومما يذكر في هذا المجال قصة أو حكاية ذكرت عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان متكيا لعلة لمرض فذكر عنده أحد العلماء فاستوى جالسا قال لا ينبغي الاتكاء عند ذكر الصالحين لا ينبغي الاتكاء إذا ذكر الصالحون وهذا كله من باب تعظيم أهل العلم وهذه ليست دعوة إلى تقديس الأشخاص هناك فرق كبير بين الأمرين يعني نحن لا ندعو إلى أن يقدس الأشخاص والبنهجنا والذي ربنا عليه لا نربي الأشخاص لكن لا يعني هذا أن لا يقدر العلماء فمن إجلال الله إجلال أهل العلم فمن إجلال الله إجلال أهل العلم وتعظيم شأنهم واحترامهم وتوقيرهم فهذه مقدمة أحبابة أن أذكر بها حتى لا يتهم الإخوة من باب شكر الإخوة أول ندينا يعني فكروا وتواطئوا أو يعني فكروا في هذا الأمر ثم حتى ندفع التهمة أن الناس أو أننا ندعو إلى تقديس الأشخاص ترجمة نانسي قنقر